يشد أنه بما يتعلق بموضوع المدارس قال وزير التربية أنه المدارس والمهنيات الرسمية اللي موجودة بالمناطق اللي بيبلغ ارتفاع 700 متر وما فوق هي مسكرة وبما يتعلق بالحالات الأخرى أكيد بيترك للمدارس ولا الأهل أنه يقدروا خطورة الوضع ربما على أولادهم إذا مضطرين أنه يبعثون على المدرسة ولا لا هذه للمناطق اللي تحت 700 متر المدارس الخاصة انترك للقرار أنه هي تفتح أو تسكر بكرة الأمان العامي للمدارس الكاتوليكية تبنت على إدارات المدارس الكاتوليكية بالساحل أنه تتضامن مع المدارس الجبلية وتتوقف عن التدريس يوم الثالثة أما بالنسبة للأربعة إن كان للمدارس الرسمية ولا للمدارس الخاصة بيتقرر شو رح يصير نهار الأربعة بكرة بيقرروا هيدا الشيء والتاني خبر هو أكيد بطبيعة الحال عن العاصفة اللي ضربت مختلف المناطق اللبنانية بمناطق كانت نعمة بمناطق كانت عم بتسبب أضرار بطبيعة الحال بس الخبر هيك الملفت كان إنه في سيدة ولدت بسيارة الصليب الأحمر وهيدا بمنطقة عكار وتحديدا بمنطقة جرد الأيطع من بعد ما التلج صعب وصولها للمستشفى بالوقت المناسب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر